موسيقى يقام اليوم الدولي للغابات سنوياً في 21 أذار من أجل ورفع الوعي في أهمية الغابات من نسبة الإنسان حيث توفر له المأوى والغذاء والإلهام ويعتمد 61 مليار من الأشخاص في العالم على الغابات في معيشتهم ودوائهم ووقودهم وموادهم الغذائية كما تغطي الغابات نحو 31% من اليابسة في العالم أما في العراق فتتركز أشجار الغابات في العراق في الأقصام الشمالية منه وخاصة المنطقة الجبلية ومجموع المساحة المزروعة في العراق تقدر بنحو 6 ملايين أكتار يقع 50% منها تقريباً في شمال العراق وتنتشر بين واع كثيرة في العراق منها أشجار البلوت والسنوبر والصفصاف والسنديان والجوز واللوج والخوخ والتوت والسلو وغيرها من أشجار الغابات التي تنمو في هذه المنطقة من العالم كما تنتشر غابات الأشجار في مناطق الأودية الصخرية فتكثر فيها أشجار التفاح والجوز والكستناء والتين البري وأشجار الدردار والبندق واللوز وشجرة لسان الطير وشجرة الكمثرة التي تستعمل بالأدوية الطبية وغيرها وبالنسبة لغابات النخيل فهي قصة أخرى في العراق حيث يعد العراق من أقدم موطن زراعة النخيل في العالم إذ كان أول ظهور موثق لشجرة نخيل التمر في العالم القديم في مدينة أريدو التاريخية الواقع جنوب العراق حوالي 4000 قبل الميلاد والتي كانت منطقة رئيسية لزراعة نخيل التمر وقد بلغت عدد أشجار النخيل في العراق ما يقارب 16 مليون نخلة حسب الإحصاء الرسمي في عام 2014 يوجد في العراق ما يقارب 627 سنفن زراعية من التمر منها حوالي 50 سنفن تجارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر